كهربا محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي لسه بيشعر ببعض الالام الخفيفة في العضلة الضمة تعملوا جلسات علاجية وتأهلية خلال رحلة العودة الى القائرة في الطائرة وده بسبب رغم تمرس الكورر انه جهز اللاعب لي المباراة القادمة امام سانداون لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار رسمي او واضح حول لحق كهربا من المباراة من عدمها هيتم حسم الامر وفقا لنتيجة الاختبار التبي اللي هيخضع له كهربا خلال الساعات اللي جاية ونتمنى ان شاء الله انه يخفوا يوم موجود في مباراة العودة ومباراة العودة يوم الاربعاء امام سانداونز لانه محتاج فيها كل اللاعبين اللي موجودين كمان مارس كورر عشان المباراة دي مباراة سانداونز بيدرس اجراء كثير من التغييرات في تشكيل الفريق خلال هذه المواجهة ابرزها طبعا بشكل واضح مشاركة ياسر ابراهيم بدلا من رامي رابعة وامام عشور حال انتهاء ازمته هيشارك بدلا من افشة بجانب احمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطية دي التغييرات اللي وارد الاهلي يعمل دي